مناورة رئيس المنصورة الجديدة طبعاً كلكم قرفتوا أن أنا ابن من أبناء المنصورة فأنا بقى أقول لكم يعني أنا متشرف بوجودكم وأهلاً وسهلاً بيكم في المنصورة الجديدة الفيلم اللي الزع دلوقتي الحمد لله يعني اتقل بصوتي والإنجازات باينة وواضحة يعني مش هنتكلم تاني عن الإنجازات لأنها مالية مصر كلها حاجات اتعملت في لمح البصر يا رئيس أنا بنام بقوم بلاقي الدنيا متغيرة بروح مشوار أرجع لقي الدنيا متغيرة والله أنا بتكلم بجد يعني أنا من سكان حي المؤطم والله أنا من سكان حي المؤطم المؤطم بقى حاجة تانية ما بقاش حي بقيت مدينة حاجة في منتهى الروعة حديكم نبزة بسيطة عن حياتي بالنسبة لمدينة منصورة وعلقتي بيها أنا تولدت في المنصورة حبيت الفن في المنصورة الحقيقة بلد عظيمة جميلة وناسة حلوين حلوين طبعا يعني يعني أمي لوينة وكذا أنتوا عارفين رحت مراكز ثقافة وأثور ثقافة ومدرسة المشاغبين كمسرحية تفرقت عليها من فرقة المنصورة المسرحية قبل ما شوفها في التلفزيون أو على المسرح كان ابن خالتي بيأخذني نروح نتفرج على العروض ونستمتع بيها قالت دي رمز اللي أنا بحبها واللي احترفتها في وقت من الأوقات حبيتها من المنصورة لأن كان أبناء المنصورة كانوا بيعملوا فرق بيغنوا أغاني إنجليزي وفرنساوي ويتلياني ويوناني بلد جميلة وعظيمة جيت هنا من سنتين ونص علشان أعمل الإعلان اللي شفتوه عن المنصورة الجديدة ما كانش فيه الكلام ده أنا ما عرفش الكلام ده حصل إمتى بصراحة بجد شيء مبهر والله يعني العالم كله كان بيقابل تحديات وعمال يجاهد ويعمل إحنا هنا كنا في الوقت ده بنعمل إنجازات وواضحة اللي مش مصدق مع نفسه بقى ملناش دعوا إحنا إنما ده اللي بيحصل فعلا البلد كلها تغيرت الجمهورية جديدة فعلا أنا مش عايزة تقول المنصورة خرج منها ناس عمالقة السيدة فاتن حمانة السيدة رشدي أبوزة الكاتب الكامير أنيس منصور الفنان العظيم شريف منير يعني بص مش قادر أقول لكم حاجة عظيمة 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 والله كل ده حصل بالإرادة المصرية الإرادة المصرية بجد وساد الرئيس قالها وأنا ما بنساش كلمة قالها لإني متابعة تولي الوقت قال عايزكم تبقوا كده إحنا لو بقينا كده وبنشتغل وعندنا ضمير صاحي كله حيمشي اللي عاجبوا عاجبوا اللي مش عاجبوا القطر ماشي إحنا مش حنقف الدنيا ماشية في الحقيقة أنا في دماغي كلام كتير عايزة أقوله بس مش عايزة أطول عليكم أنا ساعدت جدا باللخاءكم وبشكرك يا رئيس على كل إنجازات اللي حصلت والله من قلبي وبدعيلك وحياة ربنا موسيقى موسيقى موسيقى